السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكلمنا قبل عن المضمار والميدان ومسابقات المضمار وشرحنا منها ومسابقات الميدان اللي تنقسم إلى الوثب مع الرمي نكمل وثب الثلاثي نروح إلى الوثب العالي الوثب العالي هي مسابقة يبينها شوية دقة شوية تركيز هي عندنا مرتبة ثلاثة بشتة زائد قوائم وعارضة فوقها منطقة لاعب الارتغال لاعب من خمسة عشر متر فما فوقه يركز فيها اللاعب ويجتاز العارضة هنا اللاعب فيها لا غوانين خاصة فيها لا وقت خاص لها المسابقة فيها شد شوية طريقتها يعني غير عن المسابقات الثانية كل ارتفاع لا يعني ثلاثة محاولات انه يجتازها ثلاثة محاولات فشل قبل استبعادة لا ثلاثة محاولات فشل يعني مثالي نقولنا اللاعب على متر وستين ما يجتازها أول مرة طيح العصة لا محاولة ثانية ما يجتازها لا محاولة ثالثة اذا اجتازها يعدي وتنحس بها ثلاثة محاولات جديدة اذا ما اجتازها يتم استبعادة بمكان اللاعب انه نقول على متر وستين ما اجتاز المسابقة العارضة قال ابي امتنع حق الارتفاع اللي بعده من حقه حسب الغانون يروح حق الارتفاع اللي بعده طبعا مع اللاعبين مو الحالة يعني اذا كان فيه لاعبين اثنين او ثلاث اه امتنع خلاص يمتنع عن الارتفاع كامل اه الارتفاع كامل بعدها يروح حق الارتفاع اللي بعده يقول متر ثلاثة وستين ما عده اما المحاولة فاشلة قال ابا امتنع من حقه بالغانون انه يمتنع يروح حق المتر ستة وستين اه عدى الارتفاع خلاص ينحس بها محاولات جديدة ما عدى الارتفاع يتم استبعاده وحسب يتم حسب الاخر الارتفاع اللي اجتازه يعني نقول اجتازه مية وسبعة وخمسين هذا اخر ارتفاع تم اجتيازه من اللاعب ده هم وقت دقيقة لجميع اللاعبين اذا كان عندنا ثلاث لاعبين لهم وقت وده كان لاعب واحد لا وقت طبعا طبعا للغانون عندنا الغبز بالعصة او الزانة لها مرتبة خاصة لها مكان افتقاء خاص عصة اللاعب اللي يجيبها او الزانة تكون خاصة باللاعب اوه اللي يجيبها هذا يحددها المدرب على وزن اللاعب على طول اللاعب له شغلات خاصة تصير مختصة يعني خاصة بالمدرب وهو اللي يجيب لها لعب العصاية الشغلة الوحيدة اللي يسمع فيها طبعا ضمن دخول الادوات في الملعب هي اللي هي عصة الزانة او عصة قبز بالزانة حق اللاعب يحضرها ويجيبها وياه ويرتقل فيها في عندنا قوائم في عندنا مرتبة في عندنا منطقة اقتراب حق لوحة او صندوق الزانة اللي يمعتبر نفس طريقة طبعا طريقة قانون الوثب العالي ثلاث محاولة لا على كل ارتفاع انه اجتازة لما اجتاز نفس طريقة طبعا غانون الوثب العالي الوثب العالي مع القابز بالزانة في فيها غانون يسمونها او مشكلة يسمونها مو مشكلة هي يسمونها العقدة العقدة هذه اذا تعادل او لاعبين لاعبين عدد اثنين او اكثر على المركز الاول فقط في عقدة تنحل لها اكثر من نقاط طبعا تقريبا ست نقاط اذا بتعادل او بالست النقاط هذي يعني يتم حل العقدة بيعطاء وثبه اضافية وبعدين صعود او نزول الوثب العالي نقول مثلا اثنين صانتي او نزول اثنين صانتي لين واحد منهم ينسحب او واحد ما يجتاز والثاني يجتاز هذي بالنسبة حق القبز بالعصى او قبز بالزانة هذي تقريبا الحين قلنا على مصابقات المضمار زائد مصابقات اه الميدان في عندنا مصابقات اه الطريق او الضاحية نقول احنا مصابقات الضاحية مصابقات الضاحية يجب يقامتها على منطقة غير مستوية منطقة رطبة اه فيها مرتفعات ومنحدرات طبعا مو بزاوية غوية تكون بزاوية يعني او هبوط خفيف بحيث ان اللاعب لما ينزل ما يتعور فيها هذي يسمونها الضاحية اه اذا كانت دائرية لا يقل عن مترو كيلو نص تقريبا اه تكون يعني ارض اه ترابية او رطبة او على الزر اه تقام فيها في اه اه في فردي وفي فرق فيها يكون الفردي جواعز يعني الاول ثاني ثالث في الفرق بنحق الفريق عندنا هنا يشارك يعني كنادي او كغلد يشارك بست لاعبين وتأخذ افضل اربع اه اه افضل الاربع لاعبين يعني بنتيجاتهم اه اه دخولهم الاقل طبعا هو ياخذ مركز اول الطريق ويكون عندنا طريق مفتوح يعني سواء شارع او منطقة صلبة يسمونا سباق اه الطريق عندنا الماراثون اللي هو اه بسافته اثنين واربعين كيلو ومية وتسعة وكمسين متر يقام طبعا على منطقة مفتوحة اه يشاركون في عدة لاعبين في نقاط الانتعاش اه نقاط الانتعاش طبعا حتى يتكون بمسابغات الطريق والضاحية يعني نقطة الانتعاش يعني بالغانون على خمسة كيلو بالاضافة الى مناطق ترطيب نقطة الانتعاش ايه هو طبعا الماي ما ماي اللي نحط له الترطيب يكون نفسه فيه سطل الماي داخل اسفنج يرطب فيها اللاعب على حسب الجو وفيها الماراثون اللي قلنا عنا اثنين واربعين كيلو مية وخمسة وتسعين يكون فيه نقاط انتعاش يكون فيه مناطق ترطيب اه كل طبعا السباغات الخارجية وسباغات المضمار والميدان اللي لازم اه الهيئة او المكان المنظم اه سواء بطولات محلية او خليجية او دولية يكون فيه اللجنة الطبية تكون موجودة الاسعاف يكون موجود الطاقم الطبي يكون موجود لأي طارق سمح الله يكونوا موجودين بالاضافة الى الامن سواء شرطة موجودين ينظمون السير يسكرون الشارع لأي حدث يصير مشكلة يصير شيء يعني يكون الكل موجود عندنا نصف ماراثون واحد وعشرين كيلو وعندنا في ربع ماراثون اللي هو عشرة كيلو تقريبا وشوي بالنسبة حق هذه السباغات طبعا كل مصابقة تكلمنا فيها لها غاعدة ولها غانون وتطبيقة كاملة ما يستهان بشيء يعني اذا ما طبغنا راح نظلم فيه شغلة يعني هم من حق الحق يسمونها روح الغانون روح الغانون مو معنى انك والله اني عندي روح الغانون اخذ حق لاعب على لاعب لا روح الغانون يعني فيه شغلة ما تأثر بالنتيجة يعني ما يضر فيها لاعب ما يضر فيها مدرب ما يضر فيها نادي اللي حسب الغانون اللي يقوله كمثال حسب الغانون يقولك لاعب بالخط المستقيم يعني سواء المية متر او اربعمية بخط المستقيم اللاعب دش الحارة اليمين او اليسار بالغانون يشطب بس تكملت نهاية الجزئية نهاية الغانون يقولك بما يراه الحكم يعني انت كحكم ش اللي شفته لما ندش بالخط المستقيم مو بالمن حدا نتكلم احنا بالخط المستقيم انه اخذ يمين دش الحارة اليمين او دش الحارة اليسار اللاعبين الحارة اليمين او الحارة اليسار قدام يعني قدام اللاعب ما سبب لهم اعاقة ما سبب لهم مشكلة اللاعب اساسا ما استفاد ليش لانها خط مستقيم مستغيم هنا الحكم يعني بالغانون شي يقول أنه يشطب بس الفغرة الأخيرة بالغانون شي يقول بما يراه الحكم طبعا إذا اللاعب فنش غير حارثة يشطب حسب الغانون وهم أن يقول شنو بما يراه الحكم إذن الحكم أنا شفت اللاعب أنه اللاعب السابع أو الثامن أو السادس أنه أنهى السباب أو راح بحارة غير حارثة هل هو استفاد اللاعب هل هو أثر على أحد هل هو عاقة أحد لا فالحاكم يقول يكون خلاص هذي يسمونها روح الغانون نحن ما نصير حد السعب فهي شغلة يعني ما شاء وما سببت العاقة وما سببت بخلال بالنتيجة وهذا هي روح الغانون يسمونها اشتركوا في القناة